السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترتب فرق الدور الاسباني وترتيب الهدفين بعد انتهاء مباراة اليوم الجمعة 17-03-2023 بداية الجولة 26 من الدور الاسباني وعملت فيديو على الفكرة عن موعيد بوراية الجولة سيبولك في نهاية هذا الفيديو تحت هنا شمال كده اليوم بلد الوليد خسرت من اتلتك بالباو واحد ثلاثة احر سداف بلد الوليد سايل لارين فيديو 74 اهداف اتلتك بالباو عن طريق نيغو مارتينيز فيديو 30 وغوركا غروزيتا فيديو 57 وميكل فسغة من درب الجزاء فيديو 78 تستكمل باوك المباراة الغدر عندنا مباراة قوية بين اتلتك مادريدو فالانسيا الساعة 10 مسامة دوقت مصر 11 مسامة دوقت مكا المكرمة على قناة بين سبورس اتش جوان الأولى العادية والمعلك المتقلق روفي خليفة سوف لك الفيديو الخاص بالموعيد في نهاية هذا الفيديو زي ما قلنا سوف نتعرف على ترتيب فرق الدور الأسباني مترتيب الهدفين بعد انتهاء مبارات اليوم اليوم بارشلونا في المركز الاول 65. spirit اتلتك بداديو المركز الثاني 48 spirit 45 spirit 36 soort 36. رايو فيكان المركز السامن 35. اصصر المركز التاسع 34. ميوركا المركز العاشر 32. سلت فيوغل مركز 11 31. جيرون المركز 12 30 نقطة اش بيلي المركز 13 28 نقطة بلد لوليد المركز 14 28 نقطة اسبانيول المركز 15 27 نقطة قادش المركز 16 27 نقطة فالانسيا المركز 17 26 نقطة ختافي المركز 18 26 نقطة المريا المركز 19 25 نقطة ويليتشي المركز 20 والاخير 13 نقطة بالنسبة لترتيب الهدفين متصدر الهدفين روبرت الفندوسكي لعب برشن المركز لأول 15 هدف المركز الثاني انسوا اللعب اينار قداء اللعب ختافي 12 هدف وخسيلوا لعب اسبانيول المركز الثالث برخ لعب ريال بتيس 11 هدف وياغاس باس لعب سلت فيجو وكريم بنزيمة وفريم لعب ريال مدريد المركز رابع الفيرو موراة اللعب اتلتكو مدريد 10 اداف وفدات موريكي اللاعب مايوركا تبعيني الكرام بالنسبة لصنوع الاهداف المركز لأولا انتوان جريزما اللعب اتلتكو مدريد صنع سمانية اداف المركز الثاني ميكل ميرونو لعب ريال سوسداد صنع سبعة اداف والمركز ثالث لوكاس روبرتو اللعب المريا صنع ستة اداف وصوم لتشيكويز لاعب فيا ريال اشترك في القناة فعلى زر الجرس هم لايك الفيديو كان معكم محمد نور الدين نراكم في فضي اخر بازلنا تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته